من أخبار النادي الأهلي نروح لآخر أخبار نادي الزمالك نادي الزمالك يختتم اليوم الفريق هو كمان تدريباته استعادة لمواجهة شباب بولزداد الهامة والمصيرية أيضا المباراة بكرة ساعة 9 مساء في الجزائر دمن منافسات الجولة الخمسة والقبل الأخير لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بيصع أكيد نادي الزمالك أنه يتمسك بفرصة التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه طبعا على التراجي التونسي هنا في القهارة في ساس أداف مقابل هدف دمن منافسات الجولة كانت الرابعة لدور المجموعات ويبقى مصير الفريق بخاتل بورتغالي فريرا في إيده لغاية دلوقتي في حالة الفوز على شباب بولزداد بكرة إن شاء الله ساعة 9 ارتفع فوز نادي الزمالك ويرفع رصيده طبعا من النقاط للنقطة الرابعة نادي الزمالك حتى الآن في المركز تالك بأربع نقاط وهيبقى سبع نقاط وتبقى ليه كمان مباراة أخيرة في دور المجموعات هتكون أمام المريخ السوداني والمباراة هتكون في القهارة حالة الفوز فيها يصل للنقطة العشة وبكده بقى خلاص بيحسم التأهل إلى دور الثمانية إن شاء الله بغض النظر كمان عن نتاج باقي المنافسين في المجموع وبالتالي نادي الزمالك فرصيته كبيرة والأمل في رجلين اللاعبي بكل تأكيد إن هم يقدروا إن هم يفوزوا على فريق شباب بولوزداد بكرة في الجزائر ثم يفوز على المريخ هنا في القاهرة ونادي الزمالك وكتيبة اللاعبين والجهاز الفني طبعا يقدروا إن هم يعودوا من الجزائر إن شاء الله بكرة بالسلاس نقط كمان عايز أقول أحدكم النهاردة فريرا يستقر على خطة لعب الفريق نادي الزمالك بكرة أمام شباب بولوزداد يعني فريرا كان يشتغل على مدار اليومين اللي فاتوا مع الجهاز المعاون بكل تأكيد أسامة نبيح، سين ياسر محمدي، أحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق شباب بولوزداد الجزائري عشان يتم تحفظها للعبين عشان يتلاشوا الأخطاء والعمل على استغلال الصغرات في صفوف فريق بولوزداد لانتزاع الفوز أكيد اللي هيقرب الفريق الأبيض بنسبة كبيرة من التأهل إن شاء الله إلى دور ربع للنهائي من بطول الدورة أبطال إفريقيا وشدد المدير الفني على لعبي الفريق بضرورة إنهم ينفذوا المطلوب منهم بكل دقة وبكل قوة في ظل أهمية المباراة المقبلة أمام الفريق الجزائري وأكد لهم كمان إن هذا اللقاء يعني مصيري ولا بديل فيه سوى الفوز لانعاش أمال نادي إزا مالك في التأهل إلى الدور المقبل إن شاء الله في بطول الدورة أبطال أفريق